بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا بدأنا في الحلقات الماضية شرح حديث هو من عمدة الحياة هذا الحديث حديث أساس في حياتنا وهو حديث سيدنا النعمان الدمشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن للكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حديث ده منتفق عليه وهذا الحديث إحنا تكلمنا فيه على قضية الاتزان الديني ولكن إحنا مع كل حديث بنشرحه بنذهب ونتكلم ونتحاور مع أصحاب المبادرات وأصحاب الحياة والذين يريدون أن يعيشوا بجمال ونور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم وإحنا النهاردة معنا اتنين من أعز تلميزتي وأحبهم إلي البشواندس أحمد رجائي وكمان المهندسة نويري السمن خلينا نبتدي مع البشواندس أحمد رجائي سلام عليكم إزاي كمشواندس أحباك دكتور عمر خليني أسألك إزاي بتقدر تطبق في مجال عملك وفي مجال حياتك الجزء الأول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلالة بين وإن الحرامة بين وبينهم أمور مشتبهات والله أبكر أنا الحديث جميل جدا والحديث راح بي الثلاث محاور مهمة جدا وكل محور راح معي لثلاث تطبيقات في حياتي ويفرقوا جدا في حياة كل جهة الثلاث محاور هم الأول موضوع الصح والغلق ده مربوط بالحلال والحرام المحور الثاني اللي هو القلب وعلاقته بالقيام القلب لو صلح يصلح كل شيء فعلاقته بالقيام المحور الثالث إدراك التابعيات ورؤية المستقبل وإزاي ده نقدر نحوله لتطبيق حياتي بالنسبة للصح والغلط ده أول شيء طبعا هم نبينهما شعرة بينهما شعرة يعني إيه يعني ممكن يا بني حاجات في الشغل اللي في علاقاتي مع أولادي مع أسرتي يختلط عليها الأمر لأنه طبعا مش كل حد فاهم كل حاجة فيختلط عليها الأمر فبقاش عارف اللي أنا هعمله ده صح أو غلط فده يفتح عليها ثلاث أبواب أول شيء عدم الاستجل تتخذ القرارات ده أول إجراء في التطبيق بتاع حضرتك أننا ماستعجلش في اتخاذ القرارات أننا أعرض الأمر على شخص مختص لأنه عمري ما حكون ساهم كل شيء في كل حاجة والإجراء الثالث عدم النظم وجامل الزاد بمعنى ناس كتير بتقدر تتمدى في الغلط بمجرد من أنه يعمل أول غلطة يقول خلاص الموضوع ما بقاش فيه فايدة هيكمل في الغلط طيب لو أنا طبقت أول نقطتين اللي أولا نقطة نقول عدم الاستعجال النقطة التانية إن أنا رحت للشخص المختص واستشارت وأخذت رأيه خلاص ده يسمع معي فإيه سمع معي أن أي ضلط هيخصد بعد كده مش حبل بزيدي فمش هقول خلاص الأمر راح من إيدي لأ أنا خذت بالأسباب ومشيت طب باي طب فأقدر أن أنا أرجع تاني وأكمل تاني وقف من أول الخاص ده أول لحوار في الثلاث محاور الكلام ده باشواندس من عين الكلام على إن هذا الحديث جاء عشان يساعدنا على الاتزان الديني كلام في غاية الأهمية وفي غاية الرقي تعالوا نروح لي كمان للباشواندسة نويري السمن باشواندسة إزاي أنت بتقدر تعيش في حياتك بالنصف الثاني من الحديث قال إن في الجسد لمضغة لو صلو حتصلح الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله الحقيقة أنا شايفة أن القلب هو أساس أساس الحياة وأساس الرؤية وأساس المعاملة بين الناس من أهم القيم اللي القلب هو محلها أنا شايفة أنا بشوف أنه هي الحب الحب بنقاء الحب ببساطة الحب بهدوء الحاجة الثانية بشوف الجمال دايما ننطقي الشيء اللي بتقع عليه عيوننا وننطقي الشيء اللي بنسمعه وننطقي الشيء اللي بنقوله يعني عيني بتشوف إيه وداني سمع إيه والثاني بينطق بإيه دي حاجات مهمة جداً دي أشياء بتسيب قلبي بحاجة من اتنين يا بتسيبه بالجمال والوسع يا بتسيبه بعكسهم فأنا بشوف أنه لازم أنطقي أنا بشوف وبسمع وبقول إيه لأنه دا بيأثر على القلب بشكل كبير جداً الحاجة الثالثة الصدق أنه أصدق الناس في اللي أنا بقوله لهم وأصدق الناس في معاملتي ليهم وأحاول على قد ما قدر أشوف الجمال فيهم طول ما أنا حريصة جداً أني أشوف في كل ما هو حولي جماله سواء شخص أو شيء أو موقف أو معنى أو وقت أو ذكرى دا بيحلي القلب بيوسع القلب فأقدر أشوف الحياة بجمال أقدر أشوف الحياة من منظور حب الله أقدر أشوف الحياة بالوسع وبالنقاء وبالفطرة اللي احنا مجبولين عليها يعني أنا اللي فهمت من كلام حضرتك أن حضرتك عندك تلت دلت معايير أساسية عشان القلب يبقى يتحصل فيه الوسع ويتحصل فيه كمان النقاء ويتحصل فيه كمان الوسع بشكل كبير جداً اللي تلت نقاط هي قيمة الحب وقيمة كمان مع الحب الجمال ومع قيمة الحب والجمال قيمة الصدق أهلا دا صحيح؟ صحيح 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 وحضرتك قلتي للإنسان لو كان عنده تلت قيم دولة ممكن يحس بالوسع إيه أكتر حاجة ممكن نحس بيها في الوسع إذا حصل فيه قلوبنا التلت قيم دي هنشوف الحياة بشكل تاني هنقدر كمان نتقرب لله سبحانه وتعالى بشكل تاني هنحس بالقرب هنحس بالأنس بالله طول الوقت هنشوف الناس على حقيقتها هنشوف الحقيقة في الأشياء وكأن حضرتك بتتكلمي عن أنوان مش الطيف عن ألوان المحبة وأنوان النور وأنوان الجمال في القلب صحيح إن الحلالة بين وأن الحرامة بين وكمان الجزء الأخير من الحديث ألا إن في الجسد لمضغة لو صالحة صالحة الجسد كل تعالوا بقى نتكلم مع بعض شوية عن حاجة مهمة جدا جدا في هذا الحديث وهي قضية الاتزان الديني قضية الاتزان الديني قضية واسعة والكلام اللي اتقال من البشمهندس أحمد والبشمهندس أنه الكلام ده بياخدنا إلى ملف الاتزان الديني إزاي الواحد يبقى متزن فيعمل إجراءات ثلاثة قبل ما يستنى شوية ويستشير خربير وما يجلدش ذاته وفي نفس الوقت يبقى عنده ثلاث قيم عنده قيمة الحب وقيمة الجمال وكمان قيمة الصدق هذا كلام كلام عن الاتزان طب على إحنا الاتزان الديني حصل له أي نتوءات حصل له أي تعرض للمحن آه حصل الاتزان الديني حصل له خلل ليه طيب الناس لما هما بتعامل مع الاتزان الديني ما فيهموش قاعدة الاتزان الديني هو ما يجعلك منورا ما يجعلك طيبا ما يجعلك بسيطا ما يجعلك مبتكرا هو ده الاتزان الديني هو ما يجعلك تعيش الحياة مع الله سبحانه وتعالى بالمحبة والألفة وتعيش وأنت منفتح على الناس وده الاتزان الديني الاتزان الديني مش معوق الاتزان الديني مش مقيد الاتزان الديني لا يضع القيود ولكن الاتزان يوضح لك الحدود ويقدم لك الحلول وعشان كده الاتزان الديني ليس بأعطاء الحلال سلس الدين والحرام سلس الدين والشبهات سلس الدين في واحد عايي يقول لي في حد عمل كده اه في ناس عملت كده ونحن عنشوف ولذلك الفقهاء لما فاهموا الدين بالتزان عملوا ايه قالوا ان دائرة المباحية اوسع الدوائر اللي هي دائرة الحلال اوسع بكتير من دائرة الحرام قالوا ليه قالوا لان فيها الدائرة دي فيها الواجبات وفيها المندوبات وفيها المباحات وفيها كمان المكروهات كله يجوز ان الناس تعيشوا بس في حد تاني ما كانتش يعجبه ده انتوا هتسموا نفسكم ان انتوا متمسكين وملتزمين بهذا الدين ازاي لازم دايرة الحرام تبقى أوسع عشان هل ده عشان تبقى زاهد؟ لا عشان تبقى ملتزم ماسك دينك وقابض على الجمر وكأن الدين جاي عشان يخلينا معذبين وقابضين على الجمر وعشان كده؟ لا ده الدين هو الوسع دائرة المباح وهو اللي خلانا نعيش في هذه الراحة وحضرت النبي اللي قال لنا دعوني ما تركتكم انما اهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم يعني حضرت النبي اللي سبنا في هذا الوسع اه والشرع لم يترك هذا الوسع لانه غافل عن ذلك بل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تركت هذه الاشياء رحمة بنا في حد مش موافق على ده لازم دائرة الحرامة بأوسع عشان نبقى نقصات الناس ان احنا حماة الدين احنا اللي بنحافظ على الدين حتى لو قدى ذلك الى ظاهرة من اشرس الظواهر اللي بتقضي على الاتزان الدين عارفين ايه الظاهرة دي؟ انا بسميها زيرة التحريم العقابي ايه التحريم العقابي ده؟ ايه التحريم العقابي ده هو مش التحريم بيكون بشرع الله؟ لا ده فيه حاجة تانية قال له تب ما لا يحرم عشان يعقب ناس على ان هم بتعمل معاصي فيحرم عليهم بعض الاشياء اللي هي حلال زي مثلا ايه واحد يروح طالع يقولك صيام ما لا يصلي باطل وترك الصلاة كبيرة وترك الصلاة ده هو شعبة من شعب عدم الايمان فانت تخلي بالك يقولك لا ترك الصلاة لا صيام لا ايه يا عم الله بتعمل كده دي؟ يقولك عشان ما يتركش الصلاة قول بقى ان انت بتكفى لكن ما تجيش تقول لي ان انت ما بتكفرش حد وبعدين تجي تقول لي ان صيامه باطل هل معنى كده ان احنا بنساعد الناس على ان هي ما تصليش ابدا بس احنا بنضع اتزان ما نحرمش الحلالة عشان واحد عمل حرام لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصفوا لسيناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وزي تحريم عشرة من لا يصلي اذا ما كانش بيصلي ما تعشروش وكمان منع الزكال الشخص الفقير اللي بيدخن مثلا ولا ابطال صلاة غير المحجبة يقول لها واحدة دخلت الصلاة والتزمت بستر العورة فخرجت من الصلاة فأيام غير المحجبة يقول يقول شوف انت بتعدوا حجاب زي لا يا سيدي احنا بنقر شرع الله هي صلاة وهي صحيحة انت باعي استبتل صلاةها ليه تحريم عقابي طب ربنا انزل شيء بدا لا طب بتعمل كده ليه عشان ما فيش اتزان ديني او اسقاط مثلا ولاية الاب عن البنت وانا شوفنا في الجامعات ده بقى فترة بقى السبعينات الستينات بقى والسبعينات وانت طالع ازاي كانوا بيسقطوا ولاية ولاية الاباء عن البنات ويروحوا يتجوزوا البنات من وراء ابوهم لان الاب خلاص فاسق بيشب سجاير ولا اسقاط ولاية الاب اللي هو سايب بنته مش محجبة لانه كده بيبقى دايس انا بقول لكم الكلام اللي تقال ولا تحريم الزواج من غير المحجبات ولا عدم اخراج الصادقة من فوائد البنوك اللي هي البنوك اصلا طيب انت بتعمل كده ليه بتعاقب الناس ليه وتمنعهم من الصادقة ليه عشان هو شايف ان هو بيعمل حرام ولا كل عدم صحة مثلا صيام او صلاة المرأة غير المحجبة كل ده وعدم جواز خروج المرأة اصلا إلا لضرور والافضل عدم الجواز شوف بقى احنا بتدينا بقى ندخل في مناطق غريبة الشكل يقول لك الافضل ان المرأة ما تتجوز دكتور نسا يا نها ربي انت بتكلم جد قال له ها بتكلم جد اصل والله عمل ايه يا عمي بتعمل دي ده انت اتحرم اتحرم الجواز اتحرم شارع الله ولا مثلا عدم جواز رجوب الاسانسير ولا التاكسي ولا الزمالة في مكتب واحد مع الرجالة ما بين الرجال والستات ولا عدم الجواز من اللي بيعمل في السياحة او يعمل في البونك او يعمل في البورصة ولا حتى عدم عدم الاكل عند حد بيتعامل مع البنوك ايه ده كله ايه 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 كم الحرام ده ايه ليه بنعمل كده كل ده انا بسميه التحريم العقابي انت بتعمل حاجة حرام انحرم عليك حاجة حلال زي تحريم الصلاة على النبي بغير الصيغة الواردة يا رجل الله سبحانه وتعالى يقول يا ايه الذين امنوا صلوا عليه وسلم وتسليم انت تيجي تقول لي ما تصليش على النبي طب ده بقول لك اصلي النبي ولا تقول لي ما تقرأش القرآن في اوقات معينة يا انا ربي اذكروا الله ذكرا كثيرا تيجي تقول لي ما تقرأش القرآن في اوقات معينة ولا تحرم علي الصيام في ايام ما وردش بيا النص ده نعايز اصوم طب ليه طيب لان هو متصور ان مسألة اليوم دا وتنعان دي موقف منه فيمنع الشخص ان هو يعمل كده او تحريم اكل بعض المأكلات في مناسبات بعينها ده الاكل حلال لكن بقى لا في المناسبة دي بقى حرام ده ليه عشان انتو بتعملوا حاجات احنا مش موافق ايه ده ليه طيب كل الكلام ده ولا تحريم ذكر الله ذكر الله الا بصيغ الوردة وتحريم تنظيم الناس كل الكلام ده عبارة عن ايه شكل من اشكال التحريم العقابي نعمل ايه لما نجد بقى الكلام ده بيحصل لنا نرجع للاتزان بقى الاتزان الدين ان دائرة ما نخافش ان تلات حاجات لازم نقوله ما تخافش لما تعرف ان دائرة الحلال اوسع بكتير من دائرة الحرام لازم تعرف ان ده ما يخوفش وده ما يخليش الانسان متساهل ولكن يخلي الانسان بيحب ربنا يخلي الانسان يتعامل مع الله بالحب لان الحب هي اكبر على ما الله سبحانه وتعالى وضعها للإيمان وما تقرب الي المتقربون بأحبة او الحب بأحبة مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب الي بالنوفل حتى احبه حتى احبه ايه اللي حصل فاذا احبه كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره ايه ده يعني كأن اصل العلاقة بيني وبين الله قائمة على الحب يبقى احنا لازم نرجع تاني التعامل مع الله مبني على الحب مش مبني على ان الله اله متربص ويتربص بينا فلابد ان احنا نخاف ونترعب ونبتعد عن اي حاجة تقترب من دائرة الوسع لا الشرع وسع عليك والله سبحانه ما جعل علينا في الدين من حرج وسع علينا فالوسع ده يحسسك بجميل فضل الله عليك انت هتحس ازاي بوسع انت هتحس ازاي بقول تعالى وانت عد ونعمة الله لا تحسوها اذا ما حسدش بوسع هذا الدين فانت لازم تحس بهذا الوسع الحاجة اللي بعد كده التطبيق اللي احنا اتكلمنا فيه عما يتعلق بمسألة انه في الجسد لمضغة انا شايف ان القلوب قربوا تصدي من ايه اللي تستعمالها نعمل ايه عشان نجدد قلوبنا يا سيدي تعود تايما ان انت في الزكر في الصلوات في كل شيء ان تفعل ما تجد فيه قلبك يعني ايه تحسس قلبك من وقت لاخر شوف قلبك في هذا الذكر ولا لا تصلي بهذه الصيغة ولا تذكر الله بهذه الصيغة ايه بقى فعل ما تجد فيه قلبك طب نعمل ايه بقى عشان نستطيع ان احنا كل اشكال الاتزان الديني يا سادة عيشوا بنعمة ربنا فعشان تعيش بنعمة ربنا ايه اللي حاصل كل ما وجدت الساعة احمد الله على الساعة دي وياك تتشكك فيها اياك تتشكك في الساعة بقى عندنا ان الناس عندهم وسواس زي ما بيروه بالتعبير العام كده بقى الناس عندهم هسس لو لقيت حاجة كده مباحة تمروح هسأل الحسن تكون حرق ايه ده وخلينا الناس ان الاصل عندها ان هي تسأل خوفا من الحرمة مش ان هي تسأل ازاي تحمد ربنا على النعمة اللي انعمع عليهم وكأن الاصل دين جاي من الضيق مش جاي من الساعة لقيت دين جاي من الساعة فلازم نفهم ان الدين جاي من الساعة واذا ما كانش الناس بتفاهم الناس الكلام ده لازم ده اصل من اصول حضارة المسلمين ده اللي يخلي المسلمين متسعين في الحضارة مش ان احنا نبتدي من الضيق لا احنا بدين من الوسع فده شيء مهم جدا جدا في حياتنا علموا ولادكم ان الدين من الوسع ما تعلموا مش ان الدين جاي من القيود ولا من الضيق الحاجة التانية لو سمحتم كل واحد فيكم خليه يعمل ذكر يجد في قلبه الا ان في الجسد الى مضغة لو صاروح صاروح الجسد كله خلي قلوبكم مليانة بذكر الله وذكر يبقى عندك انت يفتح قلبك انت للاقبال على الله تالت حاجة يا سادة الدين مفتوح عشان نبدع على سنن قوله صلى الله عليه وسلم من سنى في الاسلام سنة حسنة حاولوا تستنوا وتفعلوا اشياء لها اصول في هذا الدين الدين قرى بيجف من كسرة تضييق الناس كل واحد فينا يتصدق بابداع ويتكلم مع الناس بابداع ويحاول بقدر الامكان ان هو يحيش الوسع مع الله سبحانه وتعالى جددوا ايمانكم بتجديد سلوككم المنور اعملوا اشياء منورة ساعتها هتحس بهذا الوسع اللهم اننا نسألك ان تلهمنا من الاعمال ومن الاخلاق ما نحيا بها في وسع شرعك الكريم الذي جعلته عونا لنا على القرب منك ولم تجعله قيدا في ايدينا لكي نرتعب من ان ندخل الى حضرتك اللهم اننا نسألك ان تجعلنا دوما من اهل الوسع ومن اهل الحب ومن اهل الجمال ومن اهل الرحمة واجعل قلوبنا دائما تنبض بانوار نظرك الينا على الدوام يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجاوب على اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا فانتظرونا رجعنا لحضرتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا الصفحة اللي بنتلقى عليه اسئلتكم ومنخصص لها النهاردة زي النهاردة كده نجاوب على اسئلتكم المباركة اللي بتسعدنا وبتشرفنا اول سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت المدام كانت فطرة رمضان الماضي خمستاشر يوم ولم تقضيهم بحكم التعب حيث انها تعاني من المشكلة في العزن الوسطى والاتزان ودوخ هل ممكن اخرج فلوس لانها مش هتق مش هقدر مش هتقدر تصوم ويريت اعرف الايمة وشكرا جزيلا اول حاجة بس خلينا نقول المسألة ببساطة خالص في الاول خالص تعالوا نتكلم في الاول خالص ان فيه سؤال اساسي ان شاء الله سبحانه وتعالى هي تكون من اهل الصيام احنا لازم نعرف اذا كانت هي من اهل الصيام ولا لا هي مش هتعرف تصوم لغاية ما تخف ولا ان الدكتور قالها ما تصوميش تاني عشان تدفع فدية الدكتور يكون قالها ما تصوميش تاني خالص اما وان كانت انها في مرحلة علاجية واتعرف تصوم بعد كده يبقى عليها انها تقضي الايام مش عليها انها تصوم انا طبعا مقدر ان انت خايف عليها من التعب وخاصة لما يكون في امراض كده بتبقى منفجأة للناس بيبقوا متاخدين شوية لكن لا اذا كان الدكتور قالها ان انت بعد فترة من العلاج هتقدر تصومي يبقى خلاص يبقى ايا تصوم لو كان الدكتور قالها لا مش هتقدر تصومي خالص اه تطلع فدية عن كل يوم يبقى بمسألة واضحة هتقدر تصومي يبقى عن انتظر لما نخفه ونصوم يعني هتقدر تصومي بعد العلاج يبقى خلاص عن انتظر لما نخفه ونصوم لا احنا مش هنقدر نصوم تاني خالص خالص في امراض كده ما ينفعش تصومي خالص ايه اللي حاصل يبقى خلاص هنطلع عن كل يوم فيدي عام الماضي كان الفدية عشر جنيه احنا بنقدرها كمان في اول رمضان فان شاء الله ده شيء مقدر تقريبي وان شاء الله نذكر القيمة كاملة بعد حساب الفدية يبقى عندنا هنطلع فيدي اه لما منكون مش هنصوم تاني مش هنطلع فيدي اهنصوم لو كان الصيام لسه في حقنا موجود بعد الشفاء السؤال التاني بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا بيتي دايما بلاقي في عقارب وتعبين والعقارب بتكون في التلاجة وتحت السريل وفي جميع اماكن البيت ومش عارفة اعمل ايه يا شيخ اول حاجة الاشياء الطبيعية بس انا عايز اقول الكلام ده لان كتي من الناس بيقولوا الكلام دوت وبيقولوا ان هما بيجدوا بيجدوا الحاجات دي لان فيه اعمال سحر او شيء من الجن ولا حاجة انت عليك ان انت تتأكدي بشكل واضح ان بيتك مفوش منافذ لدخول ده بتقولي طب ازاي التعبان عيدخل التلاجة لان هو في الحقيقة ممكن يكون فيه شيء لعلاقة بمداخل البيت او علاقة بده نعمله كده فتعملي ايه اول حاجة ببساطة خالص ماذا تنظف البيت وتتأكدي ان ما فيش ما فيش شيء بيدخل منه الحاجات دي هتقولين انا عملت كده لا لو سمحت تأكدي من ده طيب والحاجات دي لابد ان احنا نشوفها بشكل مهم لابد ان احنا نتأكد من ده الامر التاني ان انت تكسري من الذكر تكسري من ذكر الله سبحانه وتعالى وتخلي بالك من ذكر الله لان ذكر الله دوت هو اللي بيحصن وبيهدئ النفس حد بيقول طب لو كان ده حلم لان بتقول انا انا بيتي دايما بلاقي فيه عقارب وتعبين وده ممكن تكون بتشوفه في الحلم لو كان بتشوفه في الحلم ده والحاجات دي بتظهر لها تدفل عن يسارها ثلاث مرات وتستعيز بالله من الشيطان الرجيم وما تلتفتش لده خارص ما تلتفتلوش خارص كأنه مش موجود معقولة؟ اه كأنه مش موجود وما تلتفتلوش خارص تدفل عن يسارها ثلاث مرات بدل هيوها ده بزيئة وبدقيقة تدفل عن يسارها ثلاث مرات كده وكأنها تنفخ وبعد كده إيه اللي حاصل وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتلتفت لده السؤال التالي من حساب شيماء بيقول هل النية للصلاة هل النية للصلاة مثل نويته أصلي صلاة العصل مثلا تقار سرا وأم جهرا هو أصلا النية محلها القلب الأصل أن النية محلها القلب ويجوز أن أنا أستعمل الصوت عشان أستعين به على النية يعني يجوز أن أنا أستعمل صوتي عشان أستعين به على النية فيبقى ده اسمه جهر بس الجهر مش الجهر اللي أنا بكلمكم به ده لا إن أنا أسمع نفسي مش إن أنا أسمع الناس كلها اللي حوالي لا ده صوت خافت جدا 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 يبقى إذن الأصل في النية لو إن أنا قلتها سرا خلاص بس أنا بخاف من الأسئلة اللي زي دي إن هي ممكن تكون جاية من حد عنده سواس فهي يقول لي والله أنا لما ما بقولش النية في بلساني أحس إن أنا ما قلتش النية طب أعمل إيه؟ زي ما أنا قلتها كده قول النية بصوت خافت ولا وليس بصوت جهوري لا صوت إيه؟ صوت خافت كده ويكون ده صحيح؟ أه يكون ده صحيح؟ السؤال بعد كده بيقول من حساب تيتو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ممكن أعرف حق الجدة من مراسة الإبن حق الجدة الجدة يعني أم الأم أو أم الأب فأم الأب دي إيه اللي حاصل؟ بتارس بتارس إيه؟ بتارس مراسة الأم السودس فهي بتستحق المراسة وبتستحق السودس زي الأم بالنسبة للإبن لأنه هو مش هيساعدة مش هيبقى الإبن إحنا ساعتها هيبقى إبن الإبن ليه طيب؟ لأن عشان تبقى جدة يبقى المتوفى لازم يبقى إبن الإبن لكن الإبن ما هيساعتها مش هتبقى إسمها الجدة هتبقى إسمها الأم أنا بقول كده ليه؟ دايما لما بيجوا يسألونا في المراس بيخلي بالك وإنت بتفتي بتعمل إيه؟ خلي بالك إن إنت لما تيجي تتكلم تتكلم منبهه إن إحنا بنحط القرابات بالنسبة للمتوفى مش بالنسبة للمتكلم لأنه ممكن يجي يقولك إيه؟ عمتي عمتي اللي هي مين؟ اللي هي أخت المتوفى فهو بيقولك عمتي لا إحنا دلوقتي بيقولك مات ودرك عمته لا ما ترجحش عمته ده درك أخته فأنت لازم تكون ملتفت لده فهنا هو سأل بيقول من مراس الإبن يعني يبقى هنا المقصود بإبن الإبن وليس المقصود بإبن مباشر لأنه إبن مباشر اللي هو الفرع بتاعه يعني يبقى يسمها هي أم السؤال اللي بعد كده عبد الرحمن من حساب عبد الرحمن بيقوله عايز أعمل قرد عشان أجيب شقة هل حلال ولا حرام في نوعين وخلاص بقى متساوي متساوم بين الاتنين في نوعين من شراء الشخ النوع الأولاني إن أنت تروح تشتري الشقة البنك ياخد يشتريها لك ويبيعها لك بتمويل عقاري والبيع بالتمويل العقاري ده اسمه قرد والبيع بالتمويل العقاري ده اسمه بيع بالتقصيد يعني إيه اللي حاصل البنك بيبيع لك الشقة ويقصط لك ثمانا فده اسمه بيع بالتقصيد وتسميت وتمويل فيه تجوز تمويل يعني ايه هو بيعطي لك لانه ساعته بيعطي لك سلعة ما بيعطي لك شمال يبقى اذا كنت انت عتروح للبنك والبنك عيشتري لك الشقة ويعمل عليها حظر بيع او يعمل عليها اي قيود يحفظ بها حقه لغاية ما تتمم انت الاقصاد ده هيبقى اسمه بيع بالتقصيد الناحية التانية بقى لا ده البنك عيجي يعمل ايه يديك فلوس من اجل شراء شق او من اجل خدمة او من اجل اه مشروع وده يبقى اسمه ساعته تمويل والتمويل ده ساعته جائز والتمويل كده ساعته جائز لان الشقة دي سلعة فاذا تخللت السلعة فلا ربا يبقى فاذا تخللت السلعة واذا تخللت الخدمة واذا تخلل المشروع فساعته مش هيكون في ربا وساعته هيبقى بيع هيبقى ساعته التمويل جائز يبقى اذا كان ده اه عن طريق ما يسمى بالتمويل العقاري اللي هو بيبيع لك الشقة ويعمل عليها حظر بيع أو عيديك فروس لأجل شراء الشقة ده يبقى جائز وخاصة إن ما بقاش دلوقتي في حد بياخد أموال من غير ما بيكتب الغرض اللي من أجله هيأخذ هذين أموال ما بقاش في قانون البنوك إن يجوز إن حد إن يجوز في إعطاء المال أو يجوز في وسائق إعطاء المال إن ما يكونش فيها بيان للغرض اللي من أجله يعني نحصل على هذا المال فعشان كده بقى ده جائز وده بقى شكل من أشكال التمويل وده شيء مهم جدا لازم نفهمه عشان كثير من الناس بيقع منهم مشكلات بيقع عندهم مشكلات إن إيه ده أنا أخدت فلوس لقارد لا القارد الشخص إن أنت أخد فلوس دي لأي شيء من الطرف لأي شيء مش شراء سلعة ولا لخدمة خدمة زي عملية مثلا ولا لعمل ولا لتمويل مشروع ساعتها هيبقى ده على طول دوت اللي إحنا بنقول عليه قارد شخص لكن دي ليست قروضا شخصية ولكن إما بيع بالتأسيط وإما نوع من أنواع التمويل وكلاهما جائز بعد الفاصل نلتقي لكي نكمل أسئلاتكم المباركة فنتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلاتكم المباركة ومعنا سؤال من حساب شلبي إسماعيل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي أنا ملتحي والحمد لله وأريد حلقها فعال علي اسم وكذاكم الله خيرا لا ليس عليك اسم ليه لأن اللحية من السنن وإستاذ الشفعية واللي عليه أن احنا بنفتي بمذهبهم بيقولوا أن أي أمر آه صحيح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفروا الرحة وأعفوا الرحة وعن نتكلم على تفسير لمعنى الحديث بعد شوية لكن خلينا نتكلم دلوقتي أن السادة الشفعية قالوا أن أي أمر تعلق بسنن العادات ينتقل من الوجوب إلى الندب ليه؟ لأن لو أني ورد شيء في سنن العادات وورد وأصبح واجب يبقى فيه ثقل فيه إيه؟ فيه ثقل ولذلك أي حاجة في سنن العادات زي ما يتعلق بالأكل زي ما يتعلق بالثياب زي ما يتعلق بالأشياء دي كلها دي كلها ليه؟ دي من سنن العادات من الأشياء اللي بيعيش بيها الناس ولو أني ورد فيها أمر سيكون تضييقا على الناس طب ليه؟ لأن ورد أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء وفي سنن العادات يعمل شيء تاني فقالوا إذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بينا لنا أصلا في سنن العادات إيه الأصل في سنن العادات؟ أن ما كان في سنن العادات من قبيل الأمر يحمل على الندب باعتباره من سنن العادات وده شيء مستقر عند السادة الشفاء ويوفتي بذلك الحافظ بن حجر وغيري والإمام النووي غيرهم من الإهمة ولزاك إيه اللي حاصل؟ يبقى عندنا مسألة اللحية الأوامر التي ورد فيها ورد فيها على سبيل الاستحباب أمر تاني وهو مهم أنه ورد عن الصحابة الذين عاشوا مع حضرت النبي عن بعضهم أنه أخذ من عرضيه يعني أخذ من لحياته فإذا كان أخذ من لحياته يبقى إذن هذه الأحاديث لا تعني ماذا؟ لا تعني ترك اللحية فإذا كان أخذ من عرضيه يبقى كل الأحاديث دي ما بتدلش على الوجوب لأنها لو دلت على الوجوب بمعنى أطلقه أوفره كل الأحاديث دي إلا يحصل هيبقى معناها أني محدش يمس لحيته فإما أمى وإن بعض الصحابة وكمان الإمام أحمد بن حنبل زي ما روى عنه ابن عبد الله حصل منه كده يبقى هم فهمين أن ده من سنن العدات وعليه يكون ده من إيه؟ يكون ده من قبيل المستحب وليس من قبيل الوجب يبقى الذي يطلق الحياة ويثاب عليه طب إحلاءها لا يأسم لأن إيه تعنيف المستحب؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كمان بعض التفسيرات اللي جات في حديث أوفره أوفره بمعنى مش بمعنى الوفرة إما يكون بمعنى الادخار والوفرة إما أن تكون بمعنى الزيادة فإحنا ليه ما أخدناش على أن الوفرة دي تعني بمعنى أن الواحد يستطيع النواة يهذب من لحياته فإذا كان ورد يبقى معنى الحديث كده أن الإنسان قد يأخذ الزائد عنده ويجعلها في حالة زينة لأن زي ما كان في سؤول العرب أن زينة الرجال اللحى يبقى إذا كان هو بيعتبر أنه من أنواع الزينة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان له شعر فليكرمه فده يبقى من إنباب إكرام اللحي ويبقى على ذلك يبقى إذن اللحية إطلاقها من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب وعليه يكون سؤال حضرتك الجواب عليه هل يجوز لي أن أحلق لحياتي يجوز لك يجوز لك بمعنى إيه بمعنى أن دائرة المندوب والمستحب من دائرة المباح يعني لا تعاقب على ترك المستحب ولكن تساب على فعله سؤال بعد كده من نصه السلام عليكم سؤال يا عم الشيخ أنا تزوجت من امرأة تانية وزوجتي الأولى ليس عندها مشاكل من الزواج لكن مشكلة في والدتي لا تكلمني ومخصماني وكل مذب وأكلمها لا تكلمني وزعلان مني وابتدع علي دعوة أمي علي ما حكمها في الدنيا عم الشيخ وهل ذلك فيه عقوق الوالدين مع أني تقربت إليها كثيرا وهي رفضة تماما السؤال ده فيه جزئين هل الزواج من المرأة الثانية فيه عقوق الوالدين والسؤال التاني هل أمي من حقها أنها تزعل لازم نشوفها يا زعلت ليه يا زعلت لأنه ممكن يكون تقيمة أنت مش قادر ترضي زوجتك الأولى ومش قادر تجبر بخطرها ومش قادر تساعدها ومش قادر تحتويها ومش قادر تساعد أولادك أو مش قادر تعمل كل الواجبات اللي عندك فأنت مش قادر على زوجة روح تمتجوز زوجة تانية فوالدتك خايف عليك زي ما كانت بتخاف عليك أني أنت تشيل حاجة تقيلة فتقلمك أو تكسر حاجة فيك فهي زعلانة لأنها مش عايزك تتكسر زعلانة أو زعلانة لأنها مش عايزك تكسر بخاطر حد لإما تكسر بخاطر زوجتك الأولى ولذلك أنت لحقتني وقلت لي إيه زوجت الأولى رادية رادية ولا مخصوبة يعني قد تكون والدتك شايفة أن أنت غصبتها أو دست عليها أو كده وابتدأ عليك ليه لأن أنت في الغالب الحالة دي احنا بتجينا كثير في مركز الإرشاد الزواجي أن الأم تكون بتحب أو مرات الأبن ليه؟ شايفها طيبة وهينة ولينة وبتحبها وبيتواصلوا مع بعض وهي جميلة معها جدا جدا فتوقف الأم مع الأبن تضدين توقف الأم مع زوجة الأبن ضد الأبن طب بتعمل كده ليه؟ عشان تحفظ الأبن من الظلم وكأنها بتطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا عرفنا كيف أن أنصره مظلوما فكيف أن أنصره ظالما؟ قالوا أنت ردوا عن ظلم فبيبقى السلوك ده من الأمهات سلوك عشان يردوا الأولاد عن الظلم ليس سلوك عشان إيه؟ ليس سلوك لأنهم بيعدوهم أو بيكرهوهم أو عايزين يؤذوهم الحاجة الثانية بقى تبقى دعاء علي دعاء علي إذا كنت أنا بس عملت حاجة مباحة وعشان كده نجاوب على السؤال الأخير قبل السؤال ده السؤال الأخير بيقول إيه؟ هل ده في حقوق للوالدين؟ الجواب لا حقوق الوالدين فيما يخصهم ولا فيما يخصك بس إحنا دايما بنقول كده للناس حتى بنقول لو جاي واحد يتجاوز وجم أهله قالوله ما تتجاوزوا فلانا دي بنقوله الأحسن ما تتجاوزهاش ليه؟ لأنه هيؤدي بعد كده إلى أشياء ممكن توصلنا للعقوق أن أنت تتعامل مع والدك ووالدتك بشيء من فيه الغلزة فلذلك أنا بيقولك آه هو الفعل نفسه ما فيهوش عقوق لكن أن أنت تفكر مثلا أن أمك بتظلمك فتشتد عليها عشان ترد ظلمها هي بتحسن إليك مش بتظلمك وعشان كده بتقول لي إعال إن أنا تجاوزت زوجة تانية دوت من عقوق الوالدين لا لكن خلي بالك من تصرفاتك عشان ما تقعش في عقوق الوالدين دي نصحت لك ويبقى على ذلك لو أن والدتك بيددع عليك عشان ده يبقى دوت من شاء إن شاء الله الدعاء ما يستجبش بس ده ما يخلكش تتهاون أنت لابد أن أنت تنظر إلى أمك أن أمك هي أرحم الناس الموجودين وأن هي سبب رحمتك فعليك أن أنت تكون متزم وتكون حكيم في هذا الأمر السؤال من حساب واحد الأمل السلام عليكم سيدي أنا مريضة مريضة كولة منذ عشر سنوات وأقوم بدفع فدية الصيام قبل رمضان لكن يدبروا احتياجاتهم ويكنت سألت وقالوا لي يجوز هذا العام أصير الموضوع أسألنا في دار الإفتاء وقالوا أنه يجب دفع اليوم بيومه أو آخر الشهر أو حتى أول الشهر نحن عندنا مسألة بتقول إيه بتقول إن الأصل في دفع الفدية هي إن يحصل الموجب إيه الموجب؟ الموجب ده إن إحنا ننتظر إن يدخل أول يوم في رمضان فيجب علي رمضان لكن قبل ما يدخل رمضان أنا ما حصلش وجوب رمضان علي يعني رمضان لم يصبح وجباً علي لو أنا لسه رمضان ما دخلش فإزاي هدفع فدية؟ إزاي هيكتب في زمتي إن أنا عليها فدية وأنا؟ لسه ما دخلش رمضان ولذلك إحنا بنرى إن لابد من وجود الموجب الموجب اللي هو إيه؟ دخول رمضان فإزاً لابد إن إحنا يدخل رمضان وبعد كده ندفع الفدية يا جماعة إحنا اتكلمنا عن الاتزان الدين وكلامنا عن الاتزان الدين مش هتكون دي آخر حلقة نتكلم عنه كتر الحرام اللي حصل والناس وسعت في حياة الناس واللي أفقد الناس اتزانهم أنا أقول لكم تلت زواهر مهمة لازم تتنبهوا إليها الناس بقى عندها جرأة على فعل الحرام خلاص وانت قاعد توسع الحرام على الناس وتخلي الناس كده فالناس بقى عندها جرأة على فعل الحرام الأمر الثاني بقيت الناس عندها نوع من أنواع اليأس من إن ربنا يقبله إذا كنت فعلت ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام فالناس يأست من روح الله بحدش يقول لي ما هم الغلطانين طب إنت ليه تكون عوناً للشيطان عليهم إنت ليه تعمل كده الشرع مش شرعك هذا شرع الله سبحانه وتعالى إن حكمه إلا لله الله هو اللي يحكم هو اللي يحرم هو اللي يحل مش أنت اللي تحكم و أنا عرفت أنت ليه بتستخدم في بعض الأحيين هذه الآية عشان تخلي حكمك هو حكم الله لا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا جابر لما قال له وهو بيتكلم مع إذا حاصر أهل حصن فطلبوا منهم أن تنزلهم على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى وما نتوسعش في التحريم أن التوسع في التحريم آفة زي التوسع في حل المحرمات محدش يجي يقول أنا أنت شوفوا الناس بتحل المحرمات إزاي فتيجي أنت تطيق عليهم عشان بدعوة أن أنت كده بتحميهم ألا يعلم من خلق وهو الرطيف الخبير اتق الله ودع الأحكام الشرعية لأهلها فإن الله سبحانه وتعالى كتب وجعل للأحكام الشرعية حصنا مكتوب عليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا رب اجعلنا على الدوام من أهل الاتزان وجعلنا يا رب نجعل هذه الشريعة شريعة تفتح لنا أبواب الوسع لندخل في حضرتك يا مولانا ونحن مطمئنين ونحن من أهل الأنس ومن أهل المحبة ومن أهل السعة ومن أهل السعادة أكرمنا يا رب أن نرى شرعك عونا لنا ولا نراه ثقلا علينا حتى نأتيك فرحين بأنك كتبت بيننا وبينك مددا ووصلا وعهدا يا رب العالمين اجعلنا دائما ممن يتزنون حتى تحبهم وتفتح عليهم أبواب حضرتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة